بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر ثاني مداناميكس اند فلويد ميكانيكس المحاضرة السادسة من هذا الدرس الثاني بيورس سابستنس كنا قد عرضنا في الحصص الماضية كل ما هو دياغرام يعني PT دياغرام PV دياغرام and TV دياغرام دياغرامز هذهم راح يساعدون الآن على معرفة جميع خصائص المادة او بيورس سابستنس ورح ندرس في هذا الشابتر الماء كبيرس سابستنس فنبدأ الآن انه خصائص الماء موجودة عادة في مجموعة جداول واي مادة بيورس سابستنس عادة يكون فيها اي شباب استعمال الجداول فthe most substance the relationships among thermodynamics properties are too complex to be expressed by sample equations يعني ماذا؟ يعني العلاقات ما بين خاصيات البيورس سابستنس او المواد النقية حالة ان تكون معقدة بعض الشيء فنلزأ الى استعمال الجداول هذه الجداول يتم بلورتها او اعدادها في مخابر يتم اعتماد هذا من جميع العلماء حسن نقدر نستعمل خاصية الماء من هذا الجدول مباشرة ففي الحصة هذه والحصة القادمة راح نشوف كيفية استعمال هذه الجداول وكيفية قراءتها والاستفادة منها some thermodynamics properties can be measured easily but others cannot and are calculated by using the relation between them and measurable properties the result of this measurement and calculation are presented in tables in a convenient format زي ما هنا قلنا انه في بعض الخصائص راح تتقاس او نقيسوها او ناخذوها من الجداول في بعض الخصائص راح نستعمل equations او أي شيء عشان نستخرج بقية الخواص فهنا قبل ان نعرض الجداول او كيفية قراءتها يلزمني نعرف انه الجدول اللي راح نعرضوه اللي هو جدول الماء عندي سبسكريبت F is used to denote properties of whatever saturated liquid فنذكر هنا F حقت saturated liquid G سبسكريبت G حقت saturated vapor طيب another سبسكريبت كامل يوزد is FG قلنا F هو liquid G هو saturated vapor and FG which denote the difference between the saturated vapor and saturated liquid فزي ما نشوف هنا specific volume FG that means what that means specific volume of G يعني ماذا saturated liquid ايه عدروني saturated vapor and saturated liquid فهنا VFG is equal V of saturated G يعني vapor minus specific volume حقت saturated liquid بالطبع هنا الجداول اللي راح نعرضوها فيها اربعة خواص او اربعة properties راح نعرض فيها specific volume specific internal energy enthalpy انتوفناها في الحصة الماضية وايضا خاصية رابعة ورح ندرسوها ان شاء الله بعدين لكن كيفية استخراجها هي نفسها وتسمى الانتروبي ويرمز اليها بحرف S قلت الخاصية هذه بعدين راح نعرضها ان شاء الله مع second law of thermodynamics لكن راح نستعملها او نستخرجها كما نستخرج enthalpy internal energy او volume طبيعي جدا في الجداول راح نبقاهم الكل انهم specific يعني specific volume specific internal energy and specific enthalpy هنا راح نعرض صفحة من الجداول وهي الصفحة الاولى فقط نحاول اني نقراها او نشوف ماذا يمكن يعني ناخذ منها كمعلومات ففي الجدول زي ما قلنا راح يعرض اربع خصائص خاصية الاولى specific volume خاصية ثانية internal energy ولكنها هي specific internal energy زي ما قلنا specific enthalpy و specific entropy هنا العرض تقريبا هو نفسه راح ناجد في العمود الاول temperature بجانبه ضغط وعادة درس الحرارة هذه تعطيني اللي بجانبها يسمى اي شباب يسمى ضغط الاشباع طيب هنا زي specific volume راح نلقى VF VFG and VG بالنسبة الانترنل انرجي UF UFG and UG UF زي ما قلنا نلقى specific internal energy of saturated liquid هنا UFG هي اي شباب هي UG minus UF كنشوفوا هذه ناقص هذه نتيجة هذه هذه ناقص هذه جينا UFG والاخيرة هي internal energy of saturated vapor فهنا راح نعرض ان شاء الله في الحسة القادمة تلخيص موجز او تفسير موجز للجداول ان شاء الله فقط اود الاشارة انه في بعض الجداول راح نلقى انه اول عمود عندي pressure ثم العمود الثاني هو temperature بالطبع لما يكون العمود هذا موجود فلكل pressure زي ما قلنا ايش نلقى saturation temperature فاذا بداية الاعمدة راح نلقى temperature ثم pressure او العكس يعني pressure وبعدين temperature فtemperature هذه تمثلي saturation temperature كنا نكون خلصت المحاضرة هذه ان شاء الله في الحسة القادمة نكمن شرح الجداول وان شاء الله يكون شرح واضح السلام عليكم ورحمة الله